اهلا بكم قالت لجنة الامم المتحدة المعنية بحالات الاخفاء القسري في العراق انه لا يمكن للسلطات في العراق مواصلة انكار حالات الاخفاء القسري التي تجري على ايدي جهات تابعة لها او تعمل بمعرفتها والاستمرار في انكار حجم هذه المشكلة الكبيرة وطالبت اللجنة الدولية في التقرير الذي اصدرته عقب زيارتها الرسمية الى العراق السلطات بوضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في حالات الاخفاء وضمان اجراء تحقيق شامل ومستقل في الحالات الحديثة والقديمة تطبيقا لاختصاص الدولة وامتثال الالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات السلم ورأت اللجنة ان الاستراتيجية الشاملة البحث والتحقيق في حالات الاخفاء القسري في العراق يجب ان تتضمن مسؤولية الدولة من بين جوانب عديدة كما طالبت هذه اللجنة باعتبار جريمة الاخفاء القسري جريمة قائمة بذاتها في التشريعات العراقية ووضع حد للمؤرسات التي تعرق الوصول الى العدالة وتديم الاخفاء القسري كالتدقيقات الامنية غير الموثوقة ومقاضات الضالعين بها جريمة الاخفاء القسري المستمرة في العراق هو الذي سنبحثه أو هي التي سنبحثه في حلقة ليلى من برنامج طاولة حوار في ضوء التقرير الجديد الذي اصدرته اللجنة الدولية المعنية بحالات الاخفاء القسري عن العراق والتي سنطرح فيها الاسرة التالية لمصلحة من تواصل السلطات في العراق انكار الاخفاء القسري وحجم هذه المشكلة كما تقول اللجنة الدولية المعنية بالاخفاء القسري ولماذا لا تحاسب السلطات في العراق على خرقها الدائم والمستمر للالتزامات القانونية الدولية القاضية بحماية المدنيين من الاخفاء القسري وهل يتوقع المجتمع الدولي ومؤسساته القضائية ان تعمد السلطات في العراق لاعتبار الاخفاء القسري جريمة قائمة بذاتها في التشريعات القانونية العراقية وهل القاء السلطات اللوم على اخرين في قضايا الاخفاء القسري كما تقول اللجنة الدولية يعفيها اي هذه السلطات من المسؤولية عن هذه الجريمة ضيفات طاولة رافع الفلاحي ناجي حرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوارت تبحث الحلقة جريمة الاخفاء القسري مستمرة في العراق في ضوء التقرير الذي اصدرته اللجنة الدولية المعنية بحالات الاخفاء القسري عقب زيارتها الى العراق ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي سيكون معنا هنا في الستوديو وايضا سيكون معنا من جينيف المدير التنفيذي لمركز جينيف الدولي للعدالة عبر سكايب الاستاذ ناجي حرج اهلا وسهلا بالضيفين اياكم الله نبدأ مع استاذ ناجي في جينيف استاذ ناجي انتم في مركز جينيف الدولي للعدالة تابعتم التقرير واعمال اللجنة الدولية المعنية بحالات الاخفاء القسري واصدارها للتقرير ما الاهمية الحقوقية والقانونية لهذا التقرير الذي اصدرته هذه اللجنة الدولية المعنية بالاخفاء القسري اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا نعم نعتقد ان هذا التقرير مهم جدا من ناحية القانونية كونه التقرير الاول الذي تصدره لجنة دولية من الامم المتحدة معنية تحديدا بتنفيذ التزامات الدول بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والعراق طرف في هذه الاتفاقية فهذه للمرة الاولى التي تقوم بها اللجنة بزيارة للعراق وبتقصي الامر من خلال اعضائها ومن خلال ما قامت به من اللقاءات مع المؤسسات الرسمية ومع منظمات المجتمع المدني ومع ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري كذلك ما قامت به من زيارات أيضا لبعض السجون وبعض المقابر فهذا لأول مرة أن اللجنة التي كانت تعتمد في تقاريرها عن العراق على ما يصلها من معلومات هذه المرة الاولى التي تأتي هي بنفسها وتأخذ المعلومات من أرض الواقع من العراق نعم دكتور رافع الحقيقة منذ عشرين عاما آلاف من التقارير الحقوقية الدولية وثقت ودونت وسجلت عن انتهاكات حقوق الإنسان إخفاء قسري تغييب القسري حتى أن الصليب الأحمر يتحدث عن حوالي مليون مغيب قسريا في العراق لكن هذه الحقيقة التقارير واللجان الحقوقية دولية وعراقية وحتى يعني عربية بقيت تراوح في مكانها وكأن السلطة مطمئنة أن لا خطوة أخرى بعد هذه التقارير بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد وحييك وحيي ضيفك الكريم أستاذ ناجح حرج الحقيقة لأنه ببساطة شديدة أن العالم خلال هذه السنوات يعني على الأقل من عام 2003 لحد الآن وما قبلها ربما بسنوات عديدة ربما بعقد محكوم بقوى انتقائية يعني من تحكمه قوى انتقائية تختار ما يفيدها ما لا يفيدها لا يمكن أن تصلت عليه الضوء ولا تقبل به إن كان فيه حق فيه عدالة فيه قوانين هذا شيء آخر وأنا أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق تعرف أنه قرارها قرار غير صحيح قرار غير شرعي للممتحدة لم توافق عليه على الأقل يعني برغم معرفتنا أن الأمم المتحدة تابعة وذليلة للولايات المتحدة لكن مع ذلك لم تصرح باحتلال العراق كل هذا نعرفه لذلك تصرفت الولايات المتحدة وبريطانيا بعيدا عن كل القوانين وعن كل القرارات وهي تعرف من البداية أن ما جيها للعراق دعكة من كلام التحرير يعني حقوق الإنسان ومعرف منه والديمقراطية كلها كذبة وظهرت يعني 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 كذبات ساقطة وسقطت مع مرور الوقت كل هذا هي تعرف تعرف بالتالي هي تعرف لماذا جاءت قوة محتلة بهذه بهذه القدرات العسكرية والقوات والقوات التي جاءت بها والتدمير والخرابة هي تعرف من البداية أن هناك ثمن سيدفعها للعراق وهذا الثمن ثمن غالي قتلى ودماء وقراب ودمار وجزء من عنده قوة ستحكم العراق بالطريقة التي حكمتها طوال 20 سنة مغيبين لا عدالة ولا قانون لكن رغم ذلك رغم مرور هذه العشرين سنة ما زالت هذه القوة هي القوة الانتقائية هي الحاكمة من الوضع العام السياسي في العالم وهي من تضغط على العالم هذا لا يمنع أن هناك بعض المنظمات التي تستطيع أن تكتب تقارير معينة حقيقية بها جزء من العدالة تخرجها لكن السقف الذي تصل إليه أين سيصل هذا السقف هي هذه المشكلة الكبيرة لذلك المغيبين الولايات المتحدة بأجهزتها بريطانيا غير دول كثيرة هذه التي تحكم العراق يعرفون أنهم يغيبون أنهم قتل مجرمون يتصرفون بحقوق الإنسان مثل ما يريدون وهذه لو حدثت في ظرف معين في دولة معينة الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية لديها معها مشكلة لقامت الدنيا ولم تقعد لكن مع العراق لا الكل يغطي على القضية ويسحبون العراق إلى الظلمة بقوة وهذا جزء من الكارثة التي تحصل لذلك عندما يصدر التقرير من لجان معينة بهذا الشكل مثير جدا ويثير دهشتنا ويعني يجلب اهتمامنا ويجعلنا نهتم بالنقشة بهذه الطريقة نعم أستاذ ناجي من ضمن ما ورد في بنود ومتن هذا التقرير وربما هو اتهام يعني شبه صريح أن اللجنة قالت أن السلطات في العراق ما زالت تواصل إنكار عمليات أو حالات الإخفاء القسري وتهون وتقلل من حجم هذه المشكلة الكبيرة ممكن توضيح علامات هذا الإنكار أين لمست اللجنة الدولية لهذا الإنكار من السلطات الحكومية المعروف أن العراق من ضمن الاتفاقية عام 2009 نهاية عام 2009 واللجنة بدأت بمراجعة تقارير العراق طبقا للاتفاقية يجب على الدولة التي تنضم أو التي تصبح عضو في الاتفاقية يجب عليها أن ترسل تقارير عن كيفية تنفيذ التزاماتها التزاماتها بموجب الاتفاقية إلى هذه اللجنة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري فمنذ عام 2015 واللجنة تسأل العراق عن قضايا محددة بينها موضوع أحصاء المختفين قسريا وما هي أعدادها فاللجنة تستلم معلومات من المنظمات غير الحكومية التي فيها تقديرات معينة عن أعداد المختفين قسريا بعد عام 2003 كان السلطات العراقية بكل إجاباتها للجنة قيلت السنوات الماضية وجود عمليات اختفاء قسري بعد عام 2003 كانت تصر أن عمليات الاختفاء القسري قد حدثت قبل هذا التاريخ فقط وبالتالي لجنة بقيت تدرس الوثائق التي تصلها وهي وثائق من منظمات عديدة وفيها توثيق واضح جدا لعمليات الاختفاء القسري التي جرت بعد عام 2003 بذلك توصلت إلى هذه القناعة أن الأسف السلطات العراقية تحاول دائما انكار وجود حالات اختفاء قسري داخل العراق وبالتالي بقيت في تقارير لاحقة تصر في تقارير ها اللاحقة على ضرورة أن السلطات العراقية تقوم بعملية إحصاء تشكل فريق مختص بهذا الجانب يقوم بعملية الإحصاء عملية كشف لكل المواقع عملية الالتقاء بكل الجهات ذات العلاقة بكل من يدعون أن لديهم ضحايا اختفاء قسري وإشراء المشتفى المدني فيها وبالتالي الوصول إلى الأعداد الحقيقية للمختفين قسريا في العراق ولذلك نرى أنها في تقريرها تطالب السلطات العراقية بوضع استراتيجي شامل سأتحدث عن قضية مطالبة اللجنة الدولية الحقيقة الكثير من الناشطين تابعوا هذه المطالبات للجنة الدولية للحكومة بتشكيل لجنة للإحصاء المخفيين أو المغيبين قسريا ويعني معرفة أعدادهم والحقيقة الحقيقة قوبلت بسخرية وتهكم لأن الحقيقة المتهم الرئيسي بالإخفاء القسري والتغيب القسري هو الحكومة ومؤسساتها وهياكلها هم المتهمون الرئيسيون فكيف يطلب من الجلاد أن يكون عادلا منصفا ينصف الضحايا وذويهم نعم اللجنة تدرك هذا الأمر طبعا لكنه حسب الاتفاقية الحكومة هي المسؤولة عن ذلك وبالتالي اللجنة عندما طالبت الحكومة بوضع ستراتيجية شاملة لعملية البحث عن المختفين قسريا ركزت في أكثر من موضوع بضرورة إشراك كل دول علاقة بالموضوع ليس فقط السلطات الحكومية وإنما يجب إشراك منظمات المجتمع المدني يجب إشراك المفوضية العديل لحقوق الإنسان في العراق يجب إشراك كل ممثلي الضحايا عوائلهم يجب على كل هؤلاء أن يشتركوا في عملية البحث هذه أي أن اللجنة تدرك تماما أن السلطات سوف لن تكون بالشفافية اللازمة المطلوبة في عمليات البحث وبالتالي طالبت بإشراك أوسع لكل القطاعات في المحافظات المعنية بهذا الموضوع ومثل ما قلنا المنظمات الحكومية والأهالي الضحايا وأن تقوم بذلك بوضع سجلات دقيقة وقابلة للتدقيق وأن تتحقق منها أيضا من خلال فريق يشمل كل هذه الجهات وليس فقط الجهات الحكومية لأنه كما أشرتم هي معلوفة أنه هي متهمة هي أساسا عملية الاختفاء القسري حسب الاتفاقية هي التي تقوم بها السلطات الحكومية أو الجهات المرتبطة بها أو التي تعمل بموافقتها فاللجنة تدرك هذا الأمر تماما بالعودة إلى نقطة الاتهام بإنكار أو اتهام اللجنة للسلطات بإنكار عمليات الإخفاء القسري والتهوين من هذه المشكلة والتقليل من أعدادهم وطبعا ورد في حديث حقيقة جديد لرئيس الحكومة السابق حيدر العبادي أنكر هذه القضية ربما بالكامل واتهم المغيبين بأنهم عناصر في تنظيم داعش هل تولدت قناعة أو ترسخت عند اللجنة أن هذا الإنكار هو نوع من التواطو أو التغطية على جريمة معروف القائمون بها؟ نعم اللجنة بالتأكيد تدرك هذا الأمر وإن لم يعني كما نعرف في التقارير الدولية في التقارير المنظمات الدولية هناك لغة دبلوماسية تتبع لكن اللجنة تدرك هذا الأمر تماما تدرك أن هذا الإنكار هو مالية للتغطية على الجهات التي قامت بعمليات الاختبار القسرية أو الاختبار القسرية وهي جهات مرتبطة بالسلطات وتابعة على السلطات جيدا ولذلك نراها كما قلنا أنه تضع جملة عوامل من أجل البحث والتحقق من مصير المختفين قسرية لكن لا يتواصل هذا الإنكار نعم دكتور رافع هذا الإنكار كما جاء في تقرير اللجنة الدولية والتقليل من المشكلة والتهويل من هذه المشكلة والذهاب إلى اتهام المغيبين بأنهم مقاتلون من داعش وقتلوا في المعارك ولذلك انسوا هذا الملف ولا تبحثوا فيه لمصلحة من هذا الإنكار والتقليل من حجم المشكلة بداية هي مصلحة الجلاد مصلحة من قتلهم مصلحة من غيبهم الحقيقة وهي نفس القوى التي تتحدث يعني يأخذ القوى كل الحكومة والقوى الميليشياء وتتحدث بنفس اللغة حكومات سابقة حكومات لاحقة من عام 2003 لأن تتحدث بنفس اللغة وهؤلاء قد انتهوا يعني لا أحد يطالب بهم ويجب أن ينتهي هذا الموضوع لكن دعني أقول لك أن العالم عندما أقول انتقائي فعلا انتقائي وفعلا لا ينظر إلى العراق نظرة حقيقية وإنسانية في كل الأوقات أنا أذكر جيدا والكل يذكر وأستاذ ناجح حرج يذكر أنه بعد عام 1991 بعد قضية دخول العراق إلى الكويت وما جرى فيها جرى الحديث عن مغيبين كويتين بغض النظر عن القضية كانت حقيقية وغير حقيقية أنا أتحدث عن هذه الموضوع لكن أتحدث عن لجنة دولية شكلت بإشراف الأمينة العامة الممتحدة وطلب من العراق أن يمول هذه اللجنة يعني من أموال العراق وهذه اللجنة لجنة كبيرة بها سفراء وبها مختصين وبها ناس من استخبارات وناس قدرات خاصة وجاءت إلى العراق واشتغلت لشهور طويلة ولسنوات طويلة والعراق يدفع مبالغ واهتمام دولي واهتمام من الأمم المتحدة لكن لاحظوا الآن مغيبين ولجنة دولية تقول أنه ما الذي حصل يعني وين العالم هذا الساكت عالم ساكت عالم انتقائي حقيقة يعني هل يختلف البشر هذا عن بشر ذاك هل يختلف العراقي عن الكويتي عن الانجليزي عن الامريكي ما هو إنسان في الأول والأخير وهؤلاء وراهم عوائل وراهم ناس وراهم أطفال وراهم وغيوبوا والكل تعرف قصصهم وهذه اللجنة عندما جاءت ومركز جينيف وثق هذه القضية وربما كان مشرف عليها ويتابعها لقاءات مع ناس أهاليهم يتحدثون عن قصص حقيقية اتصل بها بالساعة الفلانية وعندما كان في السيطرة الفلانية واختفى من وراها وهكذا قصص كبيرة وكصور وأكو أفلام فيديوية عن ناس قادوهم وإذا بهم مقابر جماعية هذه اللي قامت الدنيا ولم تقعد عليها في السابق في بداية احتلال العراق الآن أين ذهبوا هؤلاء الحقيقة يريدون أن ينهوا الموضوع بطريقة أن هؤلاء قتلوا أو داعش قتلتهم أو هم من الدواعش وانتهى الموضوع ويغلق هذا الملف وتنتهي مثل ما يغلقون ملف النازحين يغلقون المعسكرات وليذهبوا أينما يذهبوا وإحنا انتهينا وأكملنا ما علينا وإحنا ما عدنا نازحين داخل البلد وانتهى الموضوع هذا كل جزء هذه نقطة دكتور أفصلتنا إلى قضية النازحين وهي متعلقة أيضا بملف المغيبين على اعتبار أن جرت في المناطق المنكوبة مسرحة واحد وهي المحاورات المنكوبة اللجنة الدولية والمؤسسات الدولية تطالب الحكومة بالكشف عن مصير مغيبين في وقت الآن هناك مئات الآلاف من النازحين كلما جرى الحديث عن إعادتهم إلى مناطقهم تتبارى زعماء أو تبارى زعماء الميليشياتي والحزاب الطائفية لا يمكن إرجاعها أولا إلى هذه المناطق انسوا هذا الموضوع أيضا هذا الموضوع جزء من والجزء الآخر يستثمر في القضية نعم الجزء الآخر مع عملية سياسية نعم والحقيقة هو هذا اللي أقول عنه لو كان العالم العالم هذا الرأي العام الدولي دول العالم هذه أمريكا الدول الغربة التي تتعدف بحقوق الإنسان لو كانت تتصرف بعدالة مع كل الشعوب بنفس المستويات لما حصل هذا لما قبلوا بهذا هم يعرفون أنه هناك مغيبين بالعراق هناك ناس مغدورين هناك عدم وجود للعدالة موجود للقضاء هناك قوايا كبيرة هناك انتهاقات كبيرة جدا لحقوق الإنسان هناك سجون سرية هناك ميليشيا لكن لا أحد يتحدث لا أحد يريد أن يدخل في هذا الموضوع وكأنه انسوا هذا الموضوع وانسوا العراق هذه واحد من الكوارث الكبيرة ويجرونها بغير اتجاه يعني على ذكر المهجرين من مناطقهم يعني عندما تحدثون عن جرف الصخر أحدهم يقول يعني هو عليك تحدثون على المنطقة هم يعني هي القدس هذه جرف الصخر يعني القدس وذولا يهود أخذوها وكأنه يعني طبيعي وآخر يقول هما قاعدوا في مناطق أخرى وخلاص انتهى الموضوع ما يرجعون لبيوتهم يرجعون للأراضيهم يتحدثون بلغة غريبة عجيبة نفس الشي يتحدثون وسمعنا حديث رئيس الفرلمان الحالي ورئيس الحكوم عن ناس انتهت قضية ويسدوا الملف مالهم وهذه مئات الآلاف من الناس والعوائل نعم وهذا مصير إنسان وبشر في بلد تدعون به الديمقراطية والحرية وغيرنا ونظام جديد وإذا بالتالي لدينا مقابر ولدينا قتل وذبح وتغييب بهذه الطريقة البشعة والعالم ساكت مع الأسف ولذلك تقرير هذه اللجنة يعني شعل في الضوء بسيط في آخر نفق حقيقة أنا راب أستاذ ناجي الحقيقة من ضمن التوصيات والمطالبات لللجنة الدولية طالبت السلطات في العراق بوضع إطار تشريعي باعتبار الإخفاء القسري جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون ويلاحق المتورطون بها هل تمت مؤشرات على أن السلطات ستحاسب مؤسساتها وهياكلها التي تقوم بالإخفاء القسري بوضع قانون للملاحقة يعني اسمحي أولاً أعرج على نقطة ربما فاتتني في السؤال السابق موضوع الإدعاء بأنه يعني لا يوجد مختلفين أو لا يوجد مغيبين أو أن هؤلاء قد قتلوا أن هؤلاء قد يكونوا أعضاء في تنظيم إرهابي هذا كل ترفض اللجنة يعني اللجنة تطالب بتسجيل الجميع مهما كانت الابتهامات الموجهة أي شخص يعني الآن مغيب بغض النظر عن الرأي السلطات به بغض النظر عن العرق أو اللون أو الابتهام الموجه لهذا الشخص يجب أن يسجل مهما كان فعملية هذه العملية مواصلة الإنكار بهذه الحجج هي عملية مرفوضة على الصعيد الدولي يعني واللجنة من الأهمية أيضا التي يجب أن نذكرها أنها ستتابع هذا الأمر يعني اللجنة التقرير هو مجرد بداية اللجنة العراق هو الثاني دولة تزورها اللجنة منذ تأسيسها اللجنة تأسست بعد عام 2010 تعتبر حديثا نوعا ما والعراق هو الثاني دولة تزورها اللجنة وزارتها طبقا للمدة 33 كما مذكورة في التقرير وكما مذكورة في بلاياتها يعني ألا ترى أنها تأخرت كثيرا على عقد من الإخباء القصير؟ لا بالعكس لا بالعكس يعني اللجنة حديثة يعني اللجنة لم يكن لها وقت طويل منذ إنشاءها يعني هذه المواضيع غالبا متاب مديات طويلة فتبدأ اللجنة بالحوار مع الدولة تبدأ بإرسال معلومات وبطلب معلومات وهذا ما بدأت به حقيقة يعني ولذلك رأينا سنويا كان هناك طلب معلومات خلينا أسألك مداخلة قبل أن نجيب على السؤال الرئيسي أن نجاوب عليه بعد الفاصل ماذا لو أن هذه اللجنة وصلت حواراتها مع السلطات الحكومية ومؤسساتها إلى طريق مسدود ماذا هي فاعلة؟ باختصار حتى عندنا المفاصل نعم نعم اللجنة يعني لم تتوقف عند هذا الحد يعني سترفع تقرير إلى الجمعية العامة والمتحدة وربما يعني هناك تطالب بإجراءات أخرى رح يعتمن ذلك على الموقف أنا ذلك وكيف ترى اللجنة الأمر لأن اللجنة أساسا يعني أريد أن أكمل أن الزيارة أكلت أنها طبقا للمادة 33 التي تعني أن الوضع خطير أن الوضع المتعلق بالاختفاء القسري في هذا البلد هو وضع خطير جدا وبالتالي تقوم اللجنة بالزيارة فهذا يعني حسب المداولات التي جرت مع اللجنة أنها لن تتوقف عند هذا الحد هناك أربع أشهر أعطيت للعراق للإجابة وتقديم معلومات على هذا التقرير وثم بعد ذلك سنرى ما الذي ستقوم به اللجنة وبتأكيد هي ستستمر في عملية المتابعة لهذا الموضوع أستاذ منكم من دكتور رافع والمشاهدين ونأجل الإجابة على سؤال اعتبار جريمة الإخفاء القسري جريمة قائمة بذاتها في العراق بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش يبقوا معنا نصلت الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول كل ذلك في برنامج تحت الضوء ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في جريمة الإخفاء القسري أو حالات الإخفاء القسري في العراق في ضوء التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري بعد زيارتها إلى العراق ضيفات طاولة رافع الفلاحي وناجي حرج أستاذ ناجي كان السؤال قبل الفاصل مطالبة اللجنة باعتبار الإخفاء القسري جريمة قائمة بذاتها تتطلب إطاراً أو مساراً تشريعياً وملاحقة الضالعين فيها هل تتوقع اللجنة أو أنتم في مركز جينيف في دول العدالة أن السلطات فعلاً ستعمد لسنة مثل هذا القانون يعني بغض النظر على التوقع يعني اللجنة كانت من الوضوح التام في هذا الجانب يعني هي لم تضع مطالبة مجرد من محددات شرحت اللجنة ووضعتها بوضوح تام في تقريرها وبالتالي هي ستتابع كل نقطة من هذه المفاصل التي ذكرتها في التقرير يعني اللجنة ركزت على ضرورة منع الإفلات من العقاب في هذه الجريمة والتالي طالبت العراق باعتبار جريمة تختفاء القسري جريمة بائمة بحد ذاتها مثل ما ذكرتم في التشريعات الوطنية وهذا حسب ما ذكرت اللجنة أنه يتطلب مراجعة كل التشريعات العراقية الجاهزة المعمول بها حاليا الآن القائمة حاليا وإضافة قضية جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية وكذلك طالبت بوضع حد لكل الممارسات التي تعيق الوصول إلى العدالة التي تعيق وصول الضحايا الضحايا طبعا بالاتفاقية هم ليسوا المختفين قسريا فقط وإنما عوائلهم أيضا الناس المحيطين بهم تعتبرهم الاتفاقية كلهم ضحايا الاختفاء القسري فبالتالي أيضا وضعت ضوابط معينة تلزم أو تطلب من الحكومة والسلطات العراقية أنها تتيح كل المجال لوصول ممثلية أو عوائل الضحايا إلى العدالة من خلال مراجعة المحاكم وغير ذلك ثم هناك حسب الاتفاقية على الدولة أن تسن قانون خاص للاختفاء القسري تسن قانون بإضافة للتعديلات ولذلك قانون خاص للاختفاء القسري وهذا القانون فعلا بدأت السلطات العراقية قبل خمس سنوات تقريبا بإعداد مسودات لكن بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف الحاكمة في العراق لإصدار هذا القانون فنرى أن القانون تارة يبقى في البرلمان لفترة معينة ثم إلى مجلس الوزراء ثم في مجلس الدولة ثم بينهما وبالتالي لحد الآن لا يوجد عمل حقيقي من أجل تشريع هذا القانون لكن هناك متابعة حثيثة له من اللجنة المعنية بالاختفاء القسري من منظمات المجتمع المدني داخل العراق وخارجه لأن هذا القانون يتيح محاسبة المتوضطين بالاختفاء القسري لكن هل سؤالك الشق الثاني هل فعلا ستقوم السلطات بأحالة مرتكبي الاختفاء القسري وهم معروفون لهم ولديكم من هي هذه الجهات المتنفذة لهذا أمر لحد الآن طبعا لا يبدو واقع أستاذ ناجي إذا أحيل المتورطون بالاخفاء القسري إلى القضاء ووضعوا خلف القضبان العراق سيكون بدون حكومة بدون إطاع سياسي هل كل متورط هذا هذا حتبغ شكرا نعم دكتورة ما شكرا دكتورة فعلا العراق دولة موجودة عضو فلو المتحدة هناك مواثيق دولية العراق ممقع عليها ملتزم بها يفترض في قضايا كثيرة ومنها الإخفاء القسري لكن منذ عشرين عاما هناك خرق دائم وهذا موثق ومدوم في تقرير اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري وأيضا يعني منظمات حقوقية مثل قسم حقوق الإنسان فيها العلماء المسلمين وغيرها من المنظمات لكن لم يحاسب ولا مسؤول ولا مجرم منذ عشرين عاما بلا حساب القضية بلا حساب لحد الآن نعم لماذا؟ ولن يحاسب أحب ولن يحاسب حقيقة مدام هذا الوضع تلمه عليه الآن عندما يتغير الوضع ستكون الأمور مختلفة تماما ذلك أن أقول هذه الحصانة من أين جاية؟ حصانة من الوضع الدولي الآن الوضع الهراوة الأمريكية الوضع الذي تأسس أمريكيا أمريكا إذا ما وما قلته وأنت بتهكم وربما البعض يعتقد نكته أنه كل الحكومة الآن غير موجودة لأنه إذا ما أحيلوا القضاء كل حكومات موسى؟ نعم كل الحكومات فبالتالي كل هذه العملية السياسية التي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أنها جاءت بالديمقراطية والوضع الجديد والتغيير الجديد كل يطلع صراب وكذبة كبيرة وهذا لا تريده أمريكا لذلك تحافظ على هذا النموذج الخرب والدمار والرث هذا الذي جاءت به يجب المحافظة عليه ويجب أن العالم يعترف به وهذا جزء من اعتراف كل هذه الدول واحترام هذه الحكومات التي لا تحترم في العراق الحقيقة لأن وضعها وتاريخها لا يمكن احترامها عندما تقيس ما تتحدث به الدول الغربية تتحدث به دول العالم المواثيق الحقوق ميثاق الأمم المتحدة مع ما هو قائم في العراق ستجد بونا شاسعا لا يمكن القبول بهذا كيف يمكن لدول أن تعترف وتفتح سفاراتها وتتعامل معها تجاريا وسياسيا واقتصاديا وتحترمها وهم ممثلين لهم في لجان معينة بالأمم المتحدة لا يمكن القبول بهذا لكن هذه السطوة الأمريكية هذه السطوة لنظام دولي فيه خلل كبير هذا الذي يؤدي له هذا الموضوع هذا واحد من الأمور لذلك أنا أعتقد ما تقوم به هذه اللجنة وما تقوم به كل القوى كل المنظمات كل القدرات في يعني توثيق حقوق الإنسان العراقي توثيقهم ضمنهم المغيبين وقسريا باعتبارها جريبا هذا كل عمل مؤسسي للمستقبل حقيقة لن يبقى الحال على ما هو عليه من يعتقد أن الحال سيبقى على ما هو عليه وأهم هذا العالم في تغير وحركة العالم فيها تداخل فيها كثير من الأمور ستتغير الأمور ستتغير الصورة وعندها ستفعل كل هذه الأوراق التي تعد الآن الآن كل هذه الأوراق لذلك قلت لك لن يفعلوا شيئا يعني لن يحيلوا الآن مجرما لأنه مجرمين شاهدناهم يلقون القبض عليهم هم بنفسهم بعد خلافات خاصة بينهم وجهة أخرى تأتي وتخرجهم من سجون الحكومة نفسها ولا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا بل زعماء ميليشيات متهموا الرئيسيون بالإخفاء القسي والجرائم كانوا مع الأمير العام للمتحدة ويأخذون صور يعني نعم هذه الصورة التي غريبة عجيبة وصورة الأساسية التي في العراق تشك أن الميليشيات هي نفسها المتهمة بالتغييب والقتل والذبع وهي من كانت تتفاقر بهذا الموضوع هي من تشكل الحكومة هي من شكلت الحكومة فكيف يمكن لي مثل ما قلت في البداية للجلاد أن يعترف بجريمة ويدين نفسها لا يمكن سيد ناجي هذه الجريمة جريمة الإخفاء القسري المستمرة منذ عقدين منذ عام 2003 وإلى اليوم تجري لأنه ليس في العراق إطار قانوني أو تشريعي للمحاسبة والملاحقة فقط هو هذا المعوق ليس هناك إطار قانون وذلك تجري ويقوم بها الحقيقة الجنات أو الضالعون بكل أريحية لا طبعا ليس هذا السبب هذا جزء من الأسباب أسباب كثيرة أهمها أن السلطات ساكتة عن هذا الموضوع مثل ما جرحتم قلتك السلطات نفسها هي مشتركة في هذا الأمر السلطات تنفذ ربما أحنا ذكرنا فيه تقارير كثيرة السلطات نفسها تنفذ خطة معينة من أجل إفراغ مناطق معينة واستهداف مجموعات سكانية معينة سواء بالتهجير القسري أو بالإخفاء القسري أو بالقتل أو بالسجون وغير ذلك فهي للأسف تأتي ضمن خطة متكاملة مطبقة في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 فجرى استغلال بشع جدا لحالة الفوضى التي خلقها الغزو وغياب المؤسسات والسكوت الدولي مثل ما شرح الأخ دكتور رافع السكوت الدولي على هذه الجراءة فجرى استغلالها بصورة بشع جدا وتوسعت كثيرا وهكذا أصبح لدينا هذا العدد الهائل من المختفين قسريا في العراق الذي يصل إلى مليون مختفين قسريا وكذلك الأعداد الهائلة الموجودة في السجون والأعداد الهائلة الذين جرى تحجيرهم من أماكنهم فضلا عن الآلاف الذين جرى احتيالهم أو قتلهم من المجموعات المسلحة فللأسف نعم القانون وحده ليس كافيا لكنه بداية لكنه على الأقل هناك إطار تشريعي تستطيع الجهات المعينة الجهات الدولية الجهات الغير الحكومية الموجودة في العراق أن تضغط من خلاله على السلطات لكن كم سينفذ طبعا هذا مثل دكتور رافع دكتور رافع ماذا لو أن السلطات في العراق استجابت لهذا الطلب وسنت قانون أو وضعت إطار قانوني وتشريعي للتصدي للجم عمليات الإخفاء القسري وملاحقة المتورطين بها قانونيا هل الإخفاء القسري سينتهي؟ هل سيلاحق المتورطون السابقون والذين في المستقبل؟ أستاذ ماجز عندما تقرأ الدستور الملاحقة تقصد من الداخل وليس من الخارج عندما تقرأ الدستور الحالي رغم هذا الدستور المسخ نعم ستجد فيه أنه في البداية أنه النفط ثروة الشعب العراقي هل فعلا النفط ثروة الشعب العراقي وأكثر من ثلاثة أربعة الشعب العراقي تحت قط الفقر؟ هل تجد وستجد في الدستور أنه من حق المواطنين أن يتظاهروا أن يعبروا عن رأيهم أن يقولوا كلمتهم أن ينتخبوا حكومتهم هل هذا يحصل في العراق؟ القرارات شكل والقوانين شكل والتطبيقاتها شكل آخر هذا الجزء من التناقض اللي موجود أنت تسن قانون وتسن ما ما عرف شنو قرارات تصدرها لكن تنفيذها يختلف الحقيقة السلطات هي المشتركة في هذه الجريمة ولا يمكن أن تنفذ هذا لأن الدين نفسه فلذلك لا يمكن أن تتطورط في هذه القضية وتحاول أن تلعب عليها وتحاول أن تجد الثغرات لتسهيل الفلات منها وهذا ما يحدث الحقيقة من عام 2003 لحد الآن وتشكل اللجان كم شكلوا من اللجان يعني عندما أطلع على حديث حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق في العراق الأسبق عندما يقول أنه أنا في وقتي شكلت لجنة واللجنة أبلغتني وكذا وأنا بإشرافي أنه ماكوهيش مغيبين هذا كذب والدعاء باطل أنتو شكلتوا مئات الآلاف من اللجان ما هي نتائج هذه اللجان من قتل وذبح وتفجيرات وتغيب وتعذيب وما كانت النتيجة والعراق غير مستقل بلا سيادة وبلا استقلال وفساد وخراب ودمار فهذه يعني بالعراق معروفة ربما إذا تريد أن تسوف قضية شكل لها اللجنة هم يشكلوا اللجان بهذه الطريقة لتسويف الأمور وحتى القرارات إذا مصدرت نعم مثل ما يقول الأستاذ ناجي ستفيد للمستقبل ستكون هناك أرضية استناد عليها لكن تطبيقها حاليا غير موجود لأن السلطات نفسها هي المتهمة هي هي المعنية في هذا الموضوع وهي من ستدان لا يمكن أن تدين نفسها ولا يمكن أن تقبل بهذا الموضوع ستحاول تسويف الأمور بهذا الشكل إذا ما ضغط عليها ستصدر هذه القرارات لكن تنفيذها غير يعني غير وارد نعم الأستاذ ناجي اللجنة تقول أنها يعني وضعت خطة عمل للتصدي مساعدة السلطات للتصدي للإخفاء القسي ومحاسبة الجنات والمتورطين فيها هل تعتقد أن السلطات الحكومية يعني فريحت بهذه الخطة قدرتها ستلتزم بها تعينها فعلا على إنهاء هذه المشكلة مشكلة الإخفاء القسري وملاحقة المتورطين يعني أستاذ ماجد هذا نفس السؤال اللي نحن نتحدث من بداية الحال قطر يعني مدى مدى تنفيذ يعني لكن في أقل تقنير الآن هناك وضوح تام من قبل هذه اللجنة الدولية التي يؤكد على أهميتها في ضرورة أن تقوم السلطات بوضع خطة شاملة للبحث عن المختفين قسريا وأن تشمل هذه الخطة إنشاء مركز وطني يضم كل الجهات مثل ما قلنا ليقوم بعملية البحث وتسجيل كل أسماء المختفين قسريا وبنفس الوقت طالبت أيضا بإعادة الوضع في المعتقلات لأنه هي أيضا زارت بعض المعتقلات أو السجون وراءت الفوضى الموجودة هناك إضافة إلى ما لديها من معلومات وسبقة لذلك طالبت بإنشاء سجين مركزي واضح جدا وقابل للاستخدام من كل الجهات التي العلاقة يعني المحامين عوائل الضحايا موثلين ومجتمع المدني يعني تسجل بكل حالات الاعتقال التي تجري وأيضا ركزت على ضرورة أن الجهات التي لديها السلطة بالاعتقال يجب أن تكون جهات محددة لا تشمل أي جهات عسكرية أو مجموعات مسلحة أو غير ذلك وإنما يجب أن تكون الجهات المدنية المختصة يعني في وزارة العدل بعد إصدار المحاكم قرار بذلك قرار توقيف أو قرار استدعاء وأن تتولى المحاكم عملية المتابعة لموضوع المعتقلين فبالتالي يعني أحنا يعني ما نتمناه يعني كما قلنا سابقا أن يكون كل هذا الإطار الواضح يساعد إلى حد ما في دفع عملية البحث على المختفين قصريا إلى أمام يعني العملية للأسف كما قلنا كانت هناك حالة من الإنكار كل السنوات الماضية الآن لا هناك تثبيت للأمر أن هذا موجود هناك أعداد هائلة من المختفين قصريا قد تصل إلى المليون حتى السلطات العراقية ذكرت هذا الرقم لكنها ذكرت بين مفقودين ومختفين يعني أرادت أن تعمم أكثر بالموضوع يعني لكن اللجنة تصر على اتباع وسائل كثيرة جدا من أجل معرفة مصير المختفين قصريا بما فيها موضوع المقابر الجماعية التي تكتشف فالأيضا اللجنة وضعت ثوابط معينة فيما يتعلق بهذه المقابر من الجهات التي تتولى عملية فتح المقابر المقابر هي الجهات الصحية الرسمية والعوائل وكل ذلك من أجل البحث دكتور أيضا دكتور رافع ورد في تقرير اللجنة أن السلطات ما زالت تحاول إلقاء اللوم والمسؤولية على آخرين طبعا لم تسمي الآخرين ووضح أنه في إشارة ضمنية إلى جهات إرهابية أو مسلحة باستمرار عمليات الإخفاء القسري بالمسؤولية عن الإخفاء القسري في مختلف المناطق إلقاء المسؤولية على جهات أو على أطراف أخرى الحكومة تقول هل يعفي الحكومة من مسؤوليتها الكاملة تجاه هذه القضية أبدا قانونيا يعني وليس طرج القانون لكن قانونيا لما نعرف جميعا أن كل حكومة في أي مكان في الدنيا هي المسؤولة عن أمن المواطن وعن أمانه وكل ما يتعلق في المواطن التي سلطتها تمتد على تلك الأرض التي يسكنها فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن كل ما يتعرض له المواطن تعرض إلى الإخفاء تعرض إلى الإهانة تعرض إلى سلب حقوقه تعرض إلى السجن إلى المعرف منه إلى أي حادث معين هي المسؤولة الحقيقة وهي من تسأل وهي المسؤولة الأول والأخير عنها أما يعني تحملها إلى جهات أخرى أرهابية وغير أرهابية هذا لا يعفيها أبدا كل الحكومات مسؤولة عن حياة المواطن وعن كل حقوقه تنفيذ كل حقوقه وصيانة كل حقوقه هذا واضح الحقيقة وكل الحكومات تقسم على هذا اليمين عندما تتولى الحكومة تقول أنه أنا مسؤولة عن المواطنين هذا البلد أحقق لحقوقه وأصون حقوقه وأمانه وأمنه هذه الحكومات ولا ليش صارت حكومة يعني لماذا هي حكومة حتى يجلس على الكرسي وضراتب معين ويتمتع بامتيازات معينة لا جزء من عندها جزء الأساسي من عندها أن يقدم المواطن وجزء من خدمة المواطن هو صيانة حقوقه تلبية احتياجاتها كل هذه جزء من عندها فلذلك الحكومات هي المسؤولة أما أن تعمل تحت عيدها ميليشيات تقتل تذبح لا تستطيع أن تتحدث معها تخاف من عدة تابعة لدولة أخرى لها سطوة هذه قضيتها لكن واقع الحال هي من تتحمل المسؤولية نعم وهي من تحاسب أولا وأخيرا وستأتي بأسماء الآخرين هذا هذا واقع الحال أستاذ ناجي لو استمرت بهذه الجريمة الإخفاء القسري والقتل والتهجير وما إلى ذلك وهذه جراء موثقة كما في تقرير لجنة الإخفاء القسري في العراق واستمر الحال كما هو هل يمكن أن نشهد في المرحلة القادمة خطوة قانونية أو قضائية بإحالة المتورطين مسؤولين وزعماء ميليشيات إلى محكمة الجنايات الدولية المؤسسات القضائية الدولية الأخرى يعني كل الأبواب مفتوحة تبقى مفتوحة بعد هذا التقرير حقيقة يعني لأنه هذه لأول مرة مثل ما ذكرت لدينا تقرير من لجنة دولية مؤسسة طبقا لمثاق الأمم المتحدة باعتبار الاتفاقية واسيسة طبقا لذلك وبالتالي فأنا يعني التقارير التي تصدر من هذه اللجان تعتبر أساس قانوني مهم للانتقال إلى أي مرحلة أخرى سواء أرض الموضوع على الجبعية العامة أو هذا سيتم بالأكيد أو محاولة نقله إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى المحكمة الجنائية الدولية كل الأبواب تبقى مفتوحة ما دام الآن وصلنا إلى هذه المرحلة الذي سيستطر في دفع مواصلة السلطات العراقية لماذا أستاذ أشكرك هذا التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية لماذا لم يقرأ أمام مجلس الأمن الدولي سواء في المقر الأوروبي في جينيا في عدكم أو في نيورك التقرير عرض قبل أيام التقرير صدر يوم أربعة أربعة قبل أسبوع تقريبا والتقرير أعلن في جينيا في المقر الأوروبي في جينيا وسيتواصل عرض التقريير على الجمعية العامة وغيرها من الجهات الدولية لكن فيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي لا أدري إن كان في قطة اللجنة هذا الأمر حسب لقاء الأخير لحد الآن سينتظرون رد السلطة العراقية لأنهم أعطوا مهلة أربعة أشهر للسلطة العراقية ثم بعد ذلك بالتأكيد هناك إجراءات معينة تتخذ هذه اللجنة في ضو إجابة السلطات العراقية على التقليل شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتف الباحث السياسي هنا في السلوديو وكان معنا الأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جينيف الدولي لها العدالة عبر سكايب بن جينيف وإلى أن التقليل في الأسبوع القادم في أمان الله شكرا جزيلا